السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف اليوم إن شاء الله على هذا التطبيق والبرنامج الذي يسمح لنا بكتابة الخواطر أو مواعيد الأسبوع أو لائها للمشتريات أو مجموعة من الأنشطة أريد القيام بها يعني ولكن لا أنسى هذه الأنشطة فأقوم بكتابتها على هذا البرنامج الذي ينظم أفكاري وينظم مواعيدي هنا مثلا عندنا لائحات ضمن أنشطة التي يجب القيام بها في اليوم الوطني للتعاون المدرسي كما تلاحظون إذا المنصقات أنشطة مسرحية، أنشطة ريادية يعني كل نشاط قمت به أو أنهيته أضغط هنا في يتم التشطب عليه هذه العملية يمكن القيام بها في الحاسوب أو في الهاتف فالبرنامج متصل يمكن الدخول إليه بالإيميل خاص بنا سواء على الحاسوب أو على الهاتف أيضا يمكن إعداد لوائح لمواعي الأسبوع أو فكرة أو خواطر خاصة بنا مثلا هنا زيارة أستاذ مثلا يمكن أن أضغط هنا على تذكير مثلا نكتب واحد توقيت توقيت الزيارة مثلا وبعد أن يصل وقت الزيارة تصلوني رسالة إلى الهاتف أو على الحاسوب تذكروني بوقت زيارة الأستاذ مثلا أو الاتصال بصديق أو الاتصال بالوالدين إلى غير ذلك أيضا مواعي الأسبوع كما تلاحظون زيارة الطبيب كل نشاط قمت به أقوم بتطيب عليه أيضا يمكن تحديد الوقت يعني لتذكيري بهذا الموعد من هنا مثلا غدا مع الساعة الثامنة أيضا بالنسبة لقاءات تيمز ولقاءات وتكوينات يمكنني أن أقوم بإعداد لقاء ولتذكيري بهذا اللقاء سوف نرى ذلك مثلا نكري النط سوف أختار مثلا لقاء عن بعد أن أكتب مثلا موضوع اللقاء مثلا جوجل كيب مثلا يمكن أن أختار مثلا صورة لهذا اللقاء مثلا سوف أختار أنا تينز يعني أنا اللقاء على تينز كما تلاحظون فاللقاء هنا إذا كان مهما يمكن أن أضغط على إبنغلي لنط يعني فأجدها هي في الأعلى يعني جميع مثلا الأشياء المهمة أضعها لأيب ثم تكون في الأعلى ثم تكون في الأعلى مثلا لائحة المشتريات يعني لكي لا أحمل دائما ورقة وقلام يمكن دائما أن أعدى لائحة للمشتريات بالهاتف فأجدها هنا ولا أنسى بعض الأشياء التي مهمة أن أقوم بشرائها مثلا الخضار عند الضغط عليها يتم حذف الخضار ثم اللحم يتم حذف اللحم مثلا أيضا يمكننا هذا البرنامج مثلا يمكننا من تحويل بعض النصوص إلى المصورة إلى نص مكتوب يعني عندنا نص مكتوب أو نص على شكل صورة كما تلاحظون أعجبني وأريد نسخه أو التعديل عليه أو أن أدرجه في بحث خاص عندي أضغطه هنا ثم اكستغلو تيكس دوليماج فيتحول هذا النص الذي على شكل صورة إلى نص مكتوب يمكنني نسخه والتعديل عليه على الورد مثلا فهذا التطبيق أو هذا البرنامج فينظم مواعيدي وينظم لقاءاتي ويمكنني أن أضع مثلا تذكير بأي شيء هنا أحدد المدة الزمنية فتأتيني رسالة إلى الهاتف أو إلى الحاسوب تذكرني بالموعد أو أخطر هذا المكان مثلا عندما أصل مثلا إلى السوق ممتاز أو إلى بالقرب من مكتوبة معينة تأتيني رسالة تذكرني بأنني أريد شراء مثلا شيء من هذا المكان يكفي أن أحدد المكان أيضا هنا يمكنني أن أن أنظم هذه الأفكار أو هذه المواعيد أو هذه الخواطر أنظمها في فروع هنا على اليسار كما تلاحظون تكوين عن بعد أنظم تكويناتي عن بعد هنا واجبات مدرسية مثلا أنظمها هنا أيضا أو يمكنني أن أضيف أشياء أخرى مثلا مشتريات منزلية أو غير ذلك فيتم إضافتها هنا إذن قلنا بأن لكتابة الأفكار والخواطر فنبدأ من هنا key in not نضع لها عنوان ثم نكتب ماذا سوف نفعل في هذا الوقت إن شاء الله أو لائحة لإعداد لائحة مثلا لائحة للمشتريات أو المواعيد نقوم بإعدادها من هنا أو نرسم واحد الرسم يعني واحد الرسم إلا كنا مثلا الوقت غير كافي باش نتذكره مثلا شي شيء ما أو إضافة صورة يعني يكفي أن نضيف صورة لنتذكر لقاء معين أو شيئا ما مثلا نضيفة صورة لقاء عن بعد تمت إضافته هنا كما تلاحظون لقاء عن بعد يمكن أن أحدد له التوقيت من هنا seleccioneradathilog أحدد له التوقيت فتعطيني رسالة عندما يصل وقت هذا اللقاء إلى هاتفي أو على الحاسوب فهذا البرنامج هو هذا التطبيق فهو جميل جدا ينظم لنا مجموعة من الأمور الخاصة بنا يمكن تحميله أيضا على الحاسوب فيقوم بسانكرونزازيون بين الحاسوب والهاتف ما أكتبه في الحاسوب يظهر على الهاتف وما أكتبه على الهاتف جميع المعلومات تظهر أيضا على الحاسوب وبالتوفيقه جميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر